على السلام ومرحبا بكم شاء الله ناسكوا لا تكونوا بخير والباسر راتلكم اليوم في فيديو جديد وفي روتين جديد اول حاجة ناختاني من وقت ووقت مصرف على الحب المصطفى عليها اوضل وصلاة والسلام اليوم كيفما تشوفوا روتيني بدت باول تنظيفات رمضان اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقدين يا رب العالمين اول حاجة بدت بها اللي هي الفريقو اهم حاجة هذية بالنسبة لي بصراحة كيفما تعرفوا تخزينات رمضان وباش نعمل حاجات نستحق باش نحطهم في الفريقو لازم ننظفوا وننظموا ساعة نشوف شنو عندي شنو ما عنديش يعني باش نشوف شنو مستحقة شنو مش مستحقة باش ما ناخذش حاجات زايدة تبدأ موجودة عندي وناخذها يعني وتبقى لي وتفسد لي المهم كيفما شفتوا هنا عندي الطبقة الفوغانية هذي عندي القجر الفوغانية ذاكة تعبه حصيلوا بالثلج المهم ولهنا الاخرين فيهم ثلج مش ما فيهم مش هذوما قجرات عاديين اللي هنا بالنسبة للفريقو كيفما شفتوا كله تل وقجرات يعني تركب المهم اللي هنا فرغت كل شي اللي فيه وخليتوا هذك كيفما شفتوا حطيتوا منديل اللوطة وحطيتها كحكة وحليت باش على اقل الثلج يذوب في نفس الوقت الماء هذك هي عبطت في وسط كل الحكة هذيك ونبدأ نفرغ بشوي بشوي هذوما الحاجات اللي خرجتهم بطبيعة فرغتهم هك القجرات بالنسبة للقجرات حطيتهم من البرة في البالكون بطبيعة هذوك مش نقصرهم عندي اللي هنا كيفما شوفوا هذي رمان ه حتي جمعة اللي يعبيته يعني الرمان معادش برشة في السوق نستحقوا في رمضان بصراحة نستحقوا برشة الرمان ولي هناك كيفما شفتوا هذي المول هذك اللي جاب هالي سلفي حصيلوا عندي عصبان عندي حوت حصيلوا عندي غرنيت عندي الملفوف هذك خزنتوا لش نعمل به المهشي عندي هذك الحمص ما عندو湖 زادة ايام ولا اربع ايام ملفخت هو هذي ال انتظروا عندي بعض الحاجات عندي. انتظروا عندي الحمد لله. اغلبية الحاجات عندي. هنا نستحقها في رمضان برشا. نستحق الكرافز اكثر حاجة في الخضرة في رمضان خطر للشربة. نستعملها للشربة خطر تفوح بالبهي. المهم هنا هذو ما الحاجات اللي عندي. و الاكثرية عندي الغلة. انتظروا الهنا عندي خوخة عندي عوينة عندي. حصلوا برشا حاجات. هنا هذي البيتنجان المجلي. هذا ما بالنسبة للقجارات كيف ما شوتوا خرجتهم حاطيتهم في البالكونة. باش نخفف على روحي نبدأ نهز بالوحدة ونغسل بالطبيعة باش نغسلهم. هما الولانين قبل ما نبدأ ننظف الفريقو. الفريقو بما انه فيه ثلج لازم نستناه لين يذوب الثلج هذيك. وكل مرة هنين نحي منه مثلا كم تشوفه في اللافابو. يعني صعبة فيه الثلج يعني وين يذوب الثلج الضروف. نهبطه ونجيبه ونحطه في اللافابو باش يذوب في وسط اللافابو يعني ما يبقى شي برلي الدنيا. وكي ما تعرفوا الدنيا دنيا مفروشة. وفي نفس الوقت يعني الارضية لوح يعني كان نخليها تتبل تتنفخ. الموامل هناك ما شفته بش نخلط هصيلوا السائل متاع الغسلان المعون هذيك. بش نغسلك الكجرات هذوك متاع الشسم متاع الفريقو. نغسل ونحط البرة يعني نكبهم البرة على فمهم في البالكونة. فوقك الزربية هذيك. الزربية هذيك بطبيعتها يعني كيفش نقوله نحنا. ذيك رسلهم دادعيشة كي ما نقوله نحنا. نحط عليها كل شي. نغسل كي ما شفته الحاجات الكبيرة هذيك. ونحطهم غاديكا يستقدروا فوق منها ما يصير لحد شي خاطر تحتها واحد. تحتها بارتير يعني ما يصير لها حتى شي وتشيح. يعني في الهوال البلاسة متاعها تشيح. الموامل هنا بش نغسلك الججرات هذوكم الكل بالواحد بالواحد. ونحطهم البرة بش يستقدروا بالباهي. مادام ذيب ليك الثلج اللي في وسط الفريقو بش ننظف الفريقو. بالنسبة للفريقو لحقيقة ما نكذبش عليكم. بخطره نظيفه ديجا شفته حتى الثلج لونه ابيض يعني ما فيهوش حتى شي. جست نظفته خطر الثلج غطى برشا يعني حتى القجرات واللي نسكرهم بالسيف. هذيك عليش اكثريت الحاجات اللي خليتني ننظف الفريقو. اول حاجة بش ننحيك الثلج الزيد هذيك. وثاني حاجة بش ننظف القجرات شنوا فيها. المريفيت كي قلت لكم سيلفي جاء خطر كيجي لهنا. اكيدي هز العولة من هنا هز الجبن هز الخبز هز كل شي. فرغت يعني القجرات كانت منظمة. يعني اللحوم والحوت كل شي في قجر واحده. الغلة في قجر واحدها. والملفوف هذيك في قجر واحده. والبردقين والقارس في قجر واحده. المهم كيجاء سيلفي واستحق القجر يعني بش يحط فيه الحاجات اللي شريها من مهم. رصت لي حطيت كل شي مع بعضه. يعني خلطت كل شي مع بعضه. وبقى كيف ما هي كاكة. لينها وسهل ربي. وبش ننظف كيف ما قلت لكم. وبش ننظم كل حاجة رجعها لبلاستها. بش نحط كل حاجة واحده. بش ما يتخلط ليش. واصلا حتى في الطعم يتبدل كي ما تعرفوا. مش معقول يعني نحطه غلة مع الحم والحاجة ما تجيش. لازم بعضهم على بعضهم. كي اللي عنده وساعة اللي ما عندهش وساعة لغال بعديه. المهم ننظف هاكة القدورات كيف ما شفتو. نقصرهم بالبيك ما شفتو. بالنسبة للفريغو بش نخليه اللي نتاحها من واك ثلج هذاك. عندي حاصيل واك سباتيول الصغيرة هذي كمتاع. ننقص بها الخبز هي بلاستيك يعني مش حديد. بش ما يتضربوا ليش هاكل السلك اللي فيه. بش ننظف بها نحاول نقرج بها الثلج يعني المكثر متاع الثلج. بش في ساعة في ساعة ما يبطليش. وفي نفس الوقت الحاجات اللي خرجتها ما يضوبش منها الثلج يعني تبقى بثلج متاعها. المهم هنا هذو القدورات كيف ما شفتو نظفتهم بالبيهي. وخليتهم يستقدروا. وبش نرجع لك الفريغو نشوف شنو حاله وحصيله. لما حاله مش هديش برشا وقت لحقا نقذبش عليك بخاطر الدار مهوية. وشوية طلعت الشمس اللي هنا كيف ما شفتو هذي الثلج ذيب وكله. بقالي شوية بركة هذوكم. كيف ما شفتو يبدأ كل ما يكتر هذيك الثلج يدوب والماء يكتر. ونصب كيف ما شفتو فرشة منديلة صغيرة بش الزربية ما تتبالل ليش. اللي هنا اخذت سباتيول هذيه كيف ما شفتو. وبش نقرقش بها كالثلج هذيك اللي يبقى. يعني كل ما تراكم هذيكها بش نعاون الثلج يدوب كيف ما تلاحظو بطريقة هذيه. خطر هذيه بلاستيك ما تضرب ليش شكل التلة متاع الفريغو خطر من غادي يبرد. فكالسلوك هذيك هي اللي يتبرد. المهم نحاول كيف ما شفتو نقرقشها بالباهي بشكل ثلج هذيك يتيح. وبطبيعا نستنيه لين يتيحك الثلج هذيك الكل ويذوبك ثلج هذيك الكل. ومن بعد نمسحو بالباهي بمنديلة كبيرة. ومن بعد نجيب أكل اللي عرفتوها اللونجيت اللي شيريت هذيك متاع التنظيف. نجيب هذيك بركة ننظف بها هذيك كافية تكفي وتوفي. كيف ما شفتو هذي الفريغو كيف ما تلاحظو بعد ما ذيبك ثلج هذيك ومسحتو ركحتو لأمور وحصيلو. ما نحكي لكم مش ريحتو ولت تهب الباكلونجيت هذيك. خاطر كما تعرفو فيها كربوناتو فيها خل وفيها سابون. يعني تكفي وتوفي استعملت منها كعب تيم بركة نظفتلي الفريغو كامل من داخل. المهم نهن بعد ما نظفتو. والهنه جبتك القجارات حصيلو. بش نرجع كل شاي لبلاستها. هذيك الصوص متع طماطم حصيلو ذابتلي شوي. هذي الملفوف لبيض زاده بش نرجع البلاستو. بالنسبة للقجار هذي بش نعمل الملفوف لبيض. والصوص متع طماطم كيف ما شفتو. مانيش بش نحط فيه حتى شي اخر. يعني ما تماش زايد يعني نقولو نحن. المهم الكجار الثاني هذيك بما تشوفو. نفرز بش نحط فيه الحوت والعصبان حصيلو وكل مول هذيك. والقارنيت يعني الحاجات اللحوم حصيلو. وعندي شوية زاده شحمة متعرده زاده بش نحطه معاه. يعني بش نحط فقط اللحوم في الكجار الكبير هذيك. وبالنسبة الكجار الاخر الكبير زاده كيفو بش نحط فيه الغلة. ونخلي كجار من الكجرات يعني متوسط. بش نخلي هذيك الخبز خطر راجلي يشير الخبز يعني. خبز كي ما نقولو نحن خبز الريف يقصه ترنشات يفطره بيصباح. هذيك زاده لازم نخلي له كي ما نقولو نحن نخلي له بلعصة. هذيك زاده بش نحطه في كجار كي ما تعرفو. هذيك زاده نحطه وحده. نحطه معاه الكرافز حصيلو. وبالنسبة للحمص بش نحطه مع الحم خاطر ما مش مشكل يعني. هو بطبيعته بش يتيب مع الحم ولا مع الحوت ولا حاجات اخرين. المهم نجيب كجار واحد اخر. وبش ننظف فيها كل البيتنجان هذيك كيف ما نشطه بطريقة هذيك. ونحط معاه كل الشسم والكرافز. والهنا هذي عندي كل الحقوق اللي عبيت فيهم خزنت فيهم الجو. حطيتهم هما منفوق بالكل. بالنسبة للججار الثاني حطيت فيها عندي زوز كيلو متاع زبدة. كيف ما شفتو خليتهم في الصشي متاعهم. باش ميذبوا ليش خليتهم كيف ما هما. وعندي الهنا زو الصشيات متاع ملفوف ابيض محشي. حطيتهم الهنا مع الزبدة كيف ما تلاحظوا. بالنسبة للججار اليم بعدهم. حطيت فيه البيتنجان هذيك. كيف ما شفتو يعني كل حاجة منظمة. وعندي باكو متاع جلبان حطيتو. وجلبان الحقيقة نشريها من المركات حذرة. اما نشريها عصر ما نحكي لكم مش. هذي خليتوا فارغ للخبز. بالنسبة اللي مبعده هذيك. كيف ما شفتو هذي حطيت فيه المول. حطيت فيه القرنيت وحطيت الحوت والحمس والعصبان والكروفيت حاصيل. هذي الحاجات بقاني ناقصني كين الدجاج واللحم إن شاء الله بقدرة ربي. أول ما يدخل رمضان نشريهم يبدو. يعني نتعجم على منزمين معانا ما نكثرش. المهم هذي حطيت فيه الغلة كيف ما شفتو. هذي فيه القارس والبورتكين. هذي توت البري. توت البري. وعندي فيه الخوخ والعوينة حصيلوا هذي الغلة حطيتها هنا وحدها. وبالطبعه اقجر الوطني بالكل كيف ما تعرفوا فيه الملفوف. وفيه عندي كعبات ابريك حصيلو. وصوص متع طمطم هذي بالنسبة للفريغو. اتهنن عليه نضيف امه رواض حكيف ما تلاحظو. ما شاء الله هرجاع يشعل. تخلصت مكثلج الزيت هذيك واصلا تنظم وولد كل حاجة بينه. خير من لي يبقى داخل بعضه. المهم هذي يتهنن عليه بش نسكره ونحله الضوطه. ونخليه يخدم على روحه. وبش نشاركو معاكم إن شاء الله طريقة فطاير سهلة بسيطة. بش نحط عليها مغرفة كبيرة متع سكر حبيبيت يعني سكر عادي مغرفة وشوي كما شفتو. بش نحط نصف مغرفة متع ملح كما شفتو. بش نخلط النواشي في هذوما بالنسبة للخميرة بش نخليها مع ما دافي ونخليها تتفاعل وحدها لمدة عشر دقائق. يعني خلطت النواشي في هذوما وبش نحط تقريبا ميتين ملي لتر ما دافي. نحط معاها الخميرة ونخليها تتفاعل في الكاس هذية وحدا نغطيها ونخليها تتفاعل وحدا وبعد بش نزيدها. هو المفروض نحطه مثلا نحطه الخميرة والسكر المرة الأولى يتفاعل مع بعضا مع العجينة نعجن والعجينة وبعد نزيدولها نزيدولها يعني شسم الله إلا الله محمد رسول الله نزيدولها الملح مبعد. أما أنا حبيت نختصر الطريقة كيف ما قلت لكم. اللي هنا ماء دافي وبش نحط معاها الخميرة ونخليها نمتع عشر دقائق خليها تتفاعل معاك مع الماء هذيك. وبعد نصبها ديريكت في وسط الفارينة ونعجن ديريكت. بنسبة للماء العشينة بتاعنا بش نعجنوها تكون طرية يعني الماء عينك ميزانك. مانيش بش نحكر لكم بالجرام قديش ولا بالكيس قديش ولا اذيها في طاير يعني كما تعرفوا انتم كيفش نقولو نحنا أخوها على أبوه كي ما نقولو نحنا يعني عينك ميزانك. لانك ما شفتو حبيت نزود شوي في الخميرة التقس برد شوي حبيت نزود شوي في الخميرة بش العجينة متاعي يضع في الحجم متاحها. مانيش نغطيها نخليها كيكة يعني نقولو نحنا خليها عريانة. جوز نغطي البانو ومن غير ما نزيد لها لغطاء اخر لمنديلة لحتى شي. المهم نغطي تاول كاس متاعي هذاك ونخلي الخميرة متاعي تتفاعل المدة عشرة دقايق. وبعد نرجع لها نوري هيلكم. لهنا هذي الخميرة متاعي كيف ما شفتو بعد ما تفاعلت ما شاء الله كيفاش. صبيتها عليك العجينة هذيك يعني صبيتها على الفارينة هذيك. لهنا ان شاء الله الكاس متاعي كما شفتو هذيكم 200 مليل اللي تخلط فيهم الخميرة. وال gim. ونرجع لها للي ترجمة والدهم ونعجن للاジنا بتاعنا كيفما تشوفو. بالنسبة على العجينة كيف ما قدوبكم تكون طريا وتلصق في اليدي نخطرًا بعض التغركون لها لزيد. مش مشكل ما attendينarl و лайلا خالل و اليصون ما خفوش منها. كل مهوم نعجن لها لتعرف بنتاع وNetقاضي عن الشيطة بك. وبحض determine انه down. هذي مشاك من ترتفع Actually need to hauljem لق meeting ready, MARCHA Security Summit, وطريه West, ونอجريها. شوي وبالطبيعة نزيد الماء كيفما تلاحظوا اه تقريبا ستمية ملي لترخدت لي تقريبا ثلاثمية ملي لترمتاع ماء وازيد شوي خاطر العجينة كيفما شفتو اه العجينة خليتها طريقة برشة ولهن كيفما شفتو نزيد شوية ماء ونبدأ نخبط في العجينة اه العجينة ما مركحة ليش حاطي البانو مركح ليش فوق فوق الالسيبورة ذاك حاصيلوا نحيتها وبديت نعجن هكا بالطريقة هذي كيفما شفتو عبارة نخبط في العجينة متاعنا لان كيفما شفتو العجينة متاعنا تلمت بالباهي هذي اضمننا اللي العجينة متاعنا بشكون ناجحة نلمتوك العجينة هذيكا بش نزيدلها تقريبا مغرفتين بتاع زيت نباتي ونحاولك الزيت هذيكا ندخله في وسط العجينة بالطبيعة كيفما شفوه هنا شوية زيت نبات تقريبا مغرفتين هكاكا وندخلك الزيت هذيكا في وسط العجينة كيفما شفتو بالطريقة هذيكا بشرك العجينة هذيكا تشرب الزيت. هذي حاجة مؤكدة لازم تعجنها بطريقة هذية بشي تجيكم عجينة خفيفة. شوفوا ما شاء الله العجينة كيفاش سربتك الزيت هذيك. ونهنا بالطبيعة راجدي بقى يحكي معي. قاليش بك تعجن فيها بالطريقة هذية. اقعد اللوطة. لمعطاك ربي. قلت له خليني هكا ارتح لي بصراحة خير من نبقى قاعدة و اقعد وفز ودرشنو. قلت له هاني وايك فتوها هكا على ساقيا نعجنها ونمشي نخليها ترتاح على روحها ونمشي نقضي حاجة اخرى ونبعد نرجع لها. المهم الهنا بش نضهنها بشوية زيت ونغطي العجينة متاعي ونخليها ترتاح في عقل العقلها خطر بش نطيبها موخر مع حكاية ثلاثة متع العشية بش نطيبها. نغطيها ونخليها لينتخمر في عقل العقلها وتنجمو طعجنها حتى من اللي نشوفوا ما شاء الله هالعجينة قديش رجعت. خطر زودت شوية خميرة لمحالة وخليتها ترتاح فاقرة. الهنا دهنت ايدي بزيت نباتي بطبيعة. عندي اطباق بطبيعة فيه شوية زيت مدهون. ولهنا نهبط لها كل الخمور متاعها كيف ما شوفتو. وبش نبدأ نقسمها كويرات صغيرة. يعني حسب الرغبة كي ما نقولو نحنا كيف ما شوفتو عبرات صغيرين يدينا تكون مدهونة بالماء ولا بالزيت. كيف ما تلاحظوا بشوي بشوي كما تشوفو. يا اما ندهنوا بالماء ولا بالزيت يدينا. وبعد نكعبروك العجينة متاعنا كعبارات كيف ما شوفتو. ونحطوهم بفوق كتباق هذيك. وبعد نغطيهم وخليهم يرتاحوا على اقل عشرين دقيقة اخرى بش نبدو نقلوهم. المهم اللي هنا نكعبرك العجينة هذيك. وبعد نغطيها بابيا سولوفان. ونخليها ترتاح لمدة عشرين دقيقة. ونرجعوا وبعد بش نقلوها مع بعضنا. وتشوفوا صدقوني تجيكم بطرية مبنها. والفطاير هذي عملتها يعني مدورة عادية. ما عملتها شكل الكيمة البنبلوني. عملتها فطاير عادية. يعني الفطاير المعروفة اللي نعرفوها في تونس العادية. يعني نقولو نحنا الشكل التقليدي. المهم اللي هناك كما شوفتوه. مش نغطيها بالبابيا سولوفان. ونخليها لمدة عشرين دقيقة. آآ ترتاح يعني. هي منها تخميرة منها راحة. خطر على جد ما ترتحوا العجينة بتاعكم. على جد ما تتحصلوا على نتيجة باهية. وتنجمورها كما قلت لكم. خاصة كتابة الدنيا باردة مثلا واحد يحب يفطر بالفطاير. تنجمو تعجنوها من الليل وتخلوها تبات ليلة كاملة. صدقوني في الصباح تلقوها يعني خامرة في عقل العقلها. وتعطيكم نتيجة باهية على الاخر. راهي العجينة بتاعكم على جد ما ترتاح. على جد ما تعطيكم نتيجة خير. المهم اللي هنا غطيت العجينة بتاعي. خليها ترتاح. ونبعد بالطبيعة. مش نرجع لها بعد عشرين دقيقة. مش نبدو نقلوه العجينة بتاعنا في عقلنا. ونتحصلوا على الفطاير بنينة على الاخر. المهم الهنا نحاول ديما نشارك معاكم الحاجات اللي نعملها. يعني اللي اللي نعيشوا يوميا نحاول نشاركوا معاكم من غير لانفاق لحتى شي لا مونتاج نحاول جسد نسرع في الفيديو. المهم الهنا كما شفتوا هزا زيت صبيت زيت في الطنجرة متاعي الهنا. ما حابتش نحط في مجلة كي ما تعرفوا الزيت الطاش حصلوا. حطيت في مجلة تكون يعني الجوانب امتهى عالية شوي باش الزيت ما يطاش برش على على الدنيا. المهم. المحالة متهنية يعني في سعى ننظفها البلاسة. اما واحد دي ما يستحفظ. الاستحفاظ به خير من الواحد يبدأ يتعب وحصلوا دي ما ينظفوا دي ما ييدوا في تنظيف المهم. الهناك ما شفتوا جبت بق واحد اخر حصلوا فرشت فيه والمهم الهناك ما تلاحظوا هذي المحالة عملت كعب اقبل. حصلوا قلت لي ما ماريني شوعت. طيب تلها كعبة وخليتها غديك على جنب بتبرد. مش نعطيها لها هي تاكلها هي خطر. هي ابجل من الناس كله بصراحة مكذبش عليكم. ولهنا هذي الكعبة الثانية قاعدة طيب. طبيعتها ونشاركوا معكم كيفاش نحط الفطير. اما غير بعد ذكرت اللي الكاميرا مهيش محلولة. صدقوني في اخر لحظة ذكرت اللي الكاميرا مهيش محلولة. المهم الهناك ما شفتوا هذي الكعبة الثانية ما نشوش انها نحمرها مبرشة. كما لاحظتوا في العجينة ما كثرتش برشة سكر. هذيك عليش تجيكم اللون يجيكم فاتحة ماوراه واموره وواضحة حصيله. هذيك الكعبة اللي لا تتسمى. والهناك ما شفتوا دهي انت داية بالزيت. وجبت العجينة متاعك ما شفتوا بالطريقة هذيك نحاول نحلها. ونحطها ديركت في الزيت وبعد نبدأ نرمي عليها في الزيت بش ننفخها كابل يعني تعملك البالونيت نقولو نحنا في الوسط كيف ما شفتوا. وكتشد روحة لعشنا متاعنا نقلبوها كيف ما تشوفوا بالطريقة هذيك. الوسط متاعها يجينا فارغ. اما الحواشي متاعها يعني ميجيونش فارغي. ميجيونش يعني نقولو نحنا معجنين ولا حاجة ما تخافوش منه. المهم الهناك ما شفتوا بالنسبة للكعبات متاعها في طايرة انا عملتهم صغيرين. ما عملتهمش كبار تنجمه تعملهم اكبر منها كاره. المهم هذي الكعبة الثالثة كيف ما تشوفوا كيف العادة. نبلي داية بالزيت وإلا بالماء. ونحاول نحلك الكعبات كيف ما شفتوا بالطريقة هذية. نشد روحة نعود نقلبها بالطريقة هذي كما تلاحظوا. ونبقى ديما نرمي عليها في الزيت بش تتحمر الكعبة هذيك في نفس الوقت. آآ تتنفخ يعني. المهم من هنا هذو ما الكعبات متاع الفطاير نطيبهم بالطريقة هذية. وبطبيعة آآ نخليكم معقية الفيديو. ان شاء الله نوريكم الفطاير في في آخر يعني في آخر الفيديو في الطبق. ونوريكم الفطاير متاعنا من داخل كيفاش. باش تتأكدوا اللي طريقة راهي ناجحة مياه في المياه. وصدقوني راهي تجيبنينا على الآخر. آآ تنجموا راهو الكعبات كيف ما قلتكم تكبروهم اكبر من هكا. مش بضرورة تحطوهم هكا صغيرين. حبيت نعملهم صغيرين خطر ايلين. ما تنجربتش هذي كعبة كبيرة. واذا هذي كعبة كبيرة وقصيت هتبردلها النص الاخر. نلف هالها يعني في البابي كوزين ونعطيها تبدى الدور ونبلاصر بلاسر وتاكل فيها. آآ جيب ربي تحب الحاجات هذو ما تحبهم يعني العقيقة ما عنديش معاها مشكلة تحب المياه التونسية بنواحة. المهم. نكملتا ونقليك الكمية هذي كمتاع الفطاير. وهذي الفطاير متاعنا بعض ما طابت كيف ما شفتو. شوفوها كيفاش جد. صدقوني اجيبنينا على اللخر وجيخ فيه فشوفوها كيفاش. شوفو من داخل باش تتأكدوا اللي عجنة متاعنا راهي ناجحة. ما هيش معجنة وما ما فيه حتى شي من داخل. شوفوهم الجوانب بتشوفوهم منفخين اما هم رهم فارغين من داخل. يعني ما هم شو معجنين. شوفوهم كيفاش. باش نزد نحن الواحدة اخرى. شوفوها كيفاش الجوانب بمتاعها. كيف ما شفتو هذي الفيديو متاع اليوم. حبيت نشارك معكم الفيديو. حبيت نشارك معكم نهاري كيفاش عديتو. وبديت ان شاء الله باذن الله في اول تنظيفات رمضان ان شاء الله. وبقودة ربي في الفيديو جي ان شاء الله نشارك معكم بداية تحذيرات رمضان بشوي بشوي حاصلو. نكمل التحذيرات وم بعد ندخل في التنظيف متاع رمضان. ان شاء الله يربي الفيديو عجبكم. ان شاء الله الفيديو عجبتكم. نتمنى تجربوها وتخلو لي اراكم في التعليق. نتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديد وفي وصفة جديدة وفي روتينات جديدة. وفي امن الله. شكرا